ولمزيد من التفاصيل بشأن تطورات المشهد في المنطقة لسيما بعد إعلان إسرائيل عن اقتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله ينضم إلينا عبر سكاب من بيروت حسن القطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات أهلنا بك سيد حسن الجيش الإسرائيلي أعلن تصفية حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني وعدد من قيادات الحزب بغارات استهدفتهم في الضحية الجنوبية لبيروت كيف يمكن قراءة هذا الحدث في سياق التصعيد العسكري الأخير وكيف وقع هذا الخرق الأمني الخطير تفضل بعد ظهر اليوم اعترف حزب الله رسميا ببيان نعي لمقتل نصر الله أمين عام حزب الله بعد أن تكتم على الموضوع منذ أمس وحتى بعد ظهر اليوم باعتبار أن الموضوع يمس حضور حزب الله على الساحة الشيعية في لبنان وأيضا على الساحة الشيعية في كافة الدول التي تدور في فلك إيران لذلك هذه الضربة كانت قوية جدا كانت قاسية جدا على حزب الله خاصة وأن نصر الله أعطي هالة معينة هالة من القدسية هالة من الحضور القوية هالة من السمعة القوية بأنه قادر على التملص من محاولات إسرائيل اغتيالها أو استهدافها فهو مطلوب للقتل منذ عام 2006 أيما بعد حرب تموز عام 2006 حين أعلنت إسرائيل أنها سوف تستهدفه في اللحظة التي تتمكن والآن بعد ثمانية عشر عاما تمكنت إسرائيل من اغتياله ولن المفارقة هي كيف عرفت إسرائيل بمقره كيف عرفت بالاجتماع المقرر في الضاحية الجنوبية وفي غرفة العمليات الموجودة تحت الأرض هناك على ما يقول الجميع وخاصة باعتراف حزب الله بشكل غير علني ولكن ضمن اللقاءات غير المعلنة مع بعض قياداتهم بأن هناك خرقا أمنيا عالي المستوى يعطي إسرائيل معلومات دقيقة ولذلك استطاعت استهداف الكثير من قيادات حزب الله ويشتغلت إسرائيل على مراحل في البداية استهدفت القادة الأمنيين فقط أو العسكريين الميدانيين ولم تستهدف السياسيين مطلقا فيستهدفت كافة القيادات في حزب الله الميدانية واغتالتهم واحدا بعد الآخر وكان أيضا هناك ملاحظة أن معظمهم كان في الضحية الجنوبية وأنهم لم يكنوا على الجبهات وبين مقاتلهم وهذه دفعت الكثير من الخبراء كما من المواطنين العاديين إلى التساؤل كيف نخوض معركة وحرب ضد إسرائيل في حين أن القيادات موجودة في الضحية وفي منازلها وبين أفراد مكاتبها دون أن تكون على الجبهة رغم مسؤولياتها الكبيرة ورغم حدة الحرب وتداعياتها القوية على الواقع اللبتاني نعم أستاذ حسان برأيك كيف سيرد حزب الله على إسرائيل لأن الأمر الآن لا يدور حول قواعد الاشتباك التي يقول الحزب أنه ملتزم بها بل هو قادر على الرد هذا ما قاله الحزب هل تتوقع أن يكون هناك رد يكافئ ما تعرض له الحزب من ضربة قوية منذ بداية الاغتيالات حملة الاغتيالات التي سهدفت فؤاد شكر وما بعده من كبار قدر العسكريين والأمنيين لحزب الله وحزب الله يتحدث عن رد متكافئ عن رد مدروس عن رد قوي يتوازن أو يتناسب مع حجم الجريمة ولكن حتى الآن لم نرى هذا الأمر والذي نشهده بعد هذه الغارات الإسرائيلية العنيفة التي تطال مخازن حزب الله وقيادات حزب الله وبيئة حزب الله نرى أن من الصعب أن يكون بإمكان حزب الله أو بقدرة حزب الله على الرد بما يتوازن مع حجم الجرائم التي ترتكب بحق قياداته وجمهوره لأن الردود حتى الآن هي ضعيفة ودون المستوى المطلوب وهذا ما يدفع الناس جميعا حتى المؤيدين والمحبين لحزب الله إلى أن هذه الردود لا ترقى إلى المستوى المطلوب وبالأمس أحد الخبراء المؤيدين لحزب الله والمدافعين عن حزب الله كان يتحدث عن سبب استخدام حزب الله لمنظومة صواريخ المضادر الطيران وهو الذي كان نص الله نفسه قد أعنى عن وجودها وعن استخدامها عند الضرورة قال متى الضرورة حتى يتم استخدامه خاصة مع هذه الغرارات إذن هناك ضعف في الرد الذي يقوم به حزب الله والرد ليس على المستوى المطلوب مطلقا لكن هل من الممكن أن تستغل إسرائيل حالة الارتباك الناجمة عن اغتيال حسن نصر الله وتبدأ مثلا غزوا بريا للأراضي اللبنانية للإجهاز على قوة الحزب بشكل نهائي؟ هل هذا وارد؟ قبل اغتيال نصر الله إسرائيل بدأت التحضير للهجوم البري من خلال اغتيال القادة الأمنيين استهداف مستودعات الذاخيرة خضوط الإمداد من خلال ضرب المعابر على الحدود السورية اللبنانية وكذلك تفجير الأجهزة اللاسلكة والبيتجرز التي تفجرت بعناصر حزب الله خسائر حزب الله في هذه المرحلة تتجاوز العشرة تألافين قتيل وجريح مما يعني أن البنية العسكرية لحزب الله أصبحت متضاضعة جدا واليوم تماما إسرائيل طلبت من سكان بلدة شبعة الحدودية المحاذية لمزارع الشبعة وهي المنطقة التي تخضع لعمليات صراع وتنازع ما بين لبنان وإسرائيل حولها هل هي لبنانية أم هي سورية طلب من سكانها إخلاؤها فورا وتم الإخلاء بالفعل وهناك حديث سبق أن نشر تفاصيله جريدة لبنانية تقول فيه أن الهجوم الإسرائيلي البرئ المزمع القيام به سوف يمر من تلك المنطقة باعتبار أن هناك منطقة خارية من القوات الدولية فهي لا تخضع للقرار الدولي قرار مجلس الأمن 1701 الذي يضع قوات دولية حدود لبنانية ولا القرار الدولي اليون فيه نعم الأندوف الذي يهوم على جبهة الجولان لذلك هذه المنطقة إذا دخلت منها القوات الإسرائيلية لن تكون قد خرقت أي قرار دولي سواء مع سوريا أو مع لبنان وأيضا هذا يسمح لها بالدخول من مزارع الشبعة إلى راشية وحاصبية وصولا إلى الحدود السورية إلى المعبر الحدودي عند المصنع وبالتالي يصبح بإمكان إسرائيل أن تعزل الجنوب عن البقاء وقد يكون هذا سيناريو مقبولا ولكن من الواضح أن سلسلة الإغتيالات والتحضيرات والهجمات وضرب البنية العسكرية يهدف بالفعل إلى التحضير لهجوم عسكري بري على الساحة اللبنانية لفرض أمر معين على الساحة اللبنانية هل يمكن أستاذ حسان هل يملك حزب الله المرونة والقدرة على استبدال القيادات في ظل غياب نصر الله عن المشهد؟ أم أن الحزب هو حزب حسن نصر الله؟ حتى أن المنتمين للحزب كانوا يطلقون شعارات فداء للسيد وليس فداء للقدس أو القضية وقد شهدت في أكثر من مقطع فيديو هذه من الأخطاء القاتلة التي ارتكبها حزب الله بحيث رمط جمهوره بشخصية هذا الإنسان واعتبر أنه ملهم وله قدسية خاصة حتى بيان النعي مر فيه بعض المفردات التي تدل على القدسية تقدم يابن فاطمة إذا جاء نصر الله والفتح عبارات كثيرة تدل على أن هذا الإنسان له مكانة وله خصوصية معينة وهذا شيء مخيف بالنسبة للجمهور فخسارته الآن أعطت رد فعل سلبي لدى جمهور حزب الله بيعتبر أن هذه الشخصية يفطل لها حماية إلهية ورعاية إلهية ولكنها تبين أنها مثل مثل أي إنسان قد يضع رد القتل والمشكلة الأخرى استبدال القيادات أمر ممكن ولكنها هي بنفس المستوى بنفس الكفاءة بنفس القبرة اليوم بعض الظهر بعد الإعلان عن مقتل نصر الله قامت إسرائيل بعمليتين الأولى هي استهداف هاشم صفي الدين ابن خالد نصر الله وهو المرشح لخلافته وهو يشبهه كثيراً لم يعلن إذا ما تم نجحت العملية أم لا والاستهداف الثاني استهدف الرجل الذي تسلم زمام قوات الرضوان وتم اغتياله بالفعل اليوم إذن هناك عملية متسلسلة من الإغتيالات والاستهدافات التي تطال كل شخصية تستبدل وكل شخص يتسلم موقع مسؤولية تم استهدافه واغتياله مما يعني أن العملية الإسرائية مستمرة وأن عملية إضعاف حزب الله مستمرة وصولاً إلى إصدار قرار دولي جديد بالمجلس الأمن ينص على وقف إطلاق النار مرفقاً بالبند السابع الذي يتيح للقوات الدولية التحرك بفعالية وبقوة وبرعاية دولية تصبح المعركة في لبنان بين حزب الله والمجتمع الدولي وليس بين حزب الله والجيش الإسرائيلي أستاذ حسان الأوضاع الحالية تفرض المقارنة بين حزب الله وحركة حماس في قطاع غزة حيث كان كثيرون طبعاً يؤكدون أن الحزب سيكون أكثر قدرة على إيلام إسرائيل مقارنة بحماس بالنظر إلى الحصار والاستهداف الذي تعانيه حماس منذ سنين طويلة وصمود المقاومة في غزة سنة كاملة وإذا ما قورن عدد القادة من حماس الذين سقطوا في الحرب خلال سنة مع العدد الذي سقط من قيادات حزب الله خلال عشرة أيام فربما نجد أن العدد في طرف حزب الله سيكون أكثر مفارق المدة هذا على ماذا يدل هذا الفشل الأمني والاستراتيجي خلال هذه الحرب على ماذا يدل ما الذي نستقرئه من هذا يدل على الخرق الأمني على قدرة إسرائيل على التغلغل والدخول في بيئة حزب الله في جسم حزب الله هذا ما افتقدته في غزة حتى الآن هي تعني عن بعض الإغتيالات الغير المؤكدة في غزة ولكن هنا في لبنان عندما يتم إغتيال شخصية تابعة لحزب الله فإن إسرائيل تعلن الإغتيال وتعلن صفة الشخص اسمه وصفته وموقعه التنظيمي أو العسكري قبل أن يعترف حزب الله بالإغتيال ويتبين بعد ذلك أن هذا الإعلان هو صحيح إذن هناك خرق أمني حقيقي ثانيا الخطأ القاتل الذي ارتكبه حزب الله هو الدخول إلى المعركة في سوريا ضد الشعب السوري فمعظم المعطيات التي استلمها النظام السوري حولها شخصيات هذه القيادات أسماؤها سكنها كافة المعلومات عنها يقال أنها تسربت من النظام السوري إلى إسرائيل وهذا ما تم الإشارة إليه عندما أعلن عن وفاة لون الشبل المستشارة الإعلامية للرئيس السوري التي تهمت بأن هي من قامت بتسريب كافة المعلومات عن القيادات التابعة لحزب الله القيادات الأمنية لحزب الله إلى الجانب الإسرائيل وهذا شيء غير مؤكد ولكن هذا ما أشار إليه بعض المقربين من نظام السوري كما من المقربين من حزب الله لذلك الخرق في حزب الله كان مدمرا وقاتلا ولذلك نرى هذه الاغتيالات في حين حماس محصنة كما يبدو تضغط إلى ذلك تفضل تفضل من المقطة التي تود أن تضيفها أن المعركة في غزة هي معركة عقائدية بين إسلاميين ويهود أما هنا فهي المعركة تدور حول المشروع الإيراني وأهمية المشروع الإيراني وحول شخصية حسن نصر الله وهذا أمر لا يعطي هذا الزخم للالتزام والانتماء والالتفاف بل يعطي حالة استغلال لقوة موجودة على الأرض وحالة الحصول على مكاسب أكثر من السلطة ومن الأملاك العامة ومن الأملاك الخاصة والاستعلاء والاستكبار على المواطنين اللبنانيين اليوم نشاهدنا بعض الاعتداءات على مواطنين اللبنانيين من قبل بيئة حزب الله وكأن من اغتال حسن نصر الله هو اللبنانيين وليس إسرائيل إذن ثقافة العدوان موجودة للداخل وليس للخارج وهذا ما يؤدي إلى انكشاف حزب الله وتعرضه للاغتيالات أكثر فأكثر لأنه معزول عن البيئة اللبنانية وهو في حالة خصومة مع البيئة اللبنانية في سؤالي الأخير إليك أستاذ حسن لا شك أن اغتيال نصر الله يمثل ضربة مؤلمة كذلك لإيران ما هو الموقف المحتمل من طهران إذا اغتيال حسن نصر الله في بيروت ومن قبله اغتيال إسماعيل هنية في طهران تفضل بالنسبة لنصر الله إيران مربكة لأنها مواقفها كانت كلها تدل على التراجع والتخلي عن دعم وحماية الأدوات في المنطقة وخاصة حزب الله وما له من دور أساسي في تمدد المشروع الإيراني في العالم العربي والعالم الإسلامي فإيران منذ وصلت هذه المجموعة للرئاسة من جديد بشكيان وظريف وعرقجي كلهم كانوا يتحدثون عن أهمية الحفاظ على النظام في إيران على حماية النظام في إيران على ضرورة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية ورفع العقوبات وأيضا التفاوض حول الملف النووي الإيراني لذلك شعرت الولايات المتحدة الأمريكية أن أي هجوم على حزب الله في لبنان لن يتعرض الجيش الإسرائيلي إلى رد فعل عسكري من قبل النظام الإيراني وهذا ما أكده اليوم النظام الإيراني حينما أعلن عن فتح باب التطوع للتوجه إلى لبنان هذا ليس قرار بالمواجهة هذا قرار وكأن المطلوب رفع العتب فقط أمام اللبنان وهذا ما يزعج بيئة حزب الله ومؤيدي حزب الله لأنهم يرون أن إيران تخلت عنهم ولم تعد مدافعة عن حزب الله ووجوده على الساحة اللبنانية من بيروت حسن القطب مدير المركز اللبناني للإبحاث والإستشارات شكرا جزيلا لك